على مصطرة التوازن والقراءة السياسية الهادئة نحو ثبات العملية وصناعتها بنجاح من رحم عاصفة الجلسة الأولى يفاجئ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتصريح صريح ومباشر يفاجئ أوساط السياسة التي تتنافر على طبق ساخن في معادلة صناعة الكتلة الأكبر بتعليق أكثر انضباطا لما أنتجته جلسة البرلمان الأولى من دعوة طعن بصحة إجراءات المجلس سيم الفوز بمنصب رئيسه ونائبيه الصدر ترجم قرار المحكمة الاتحادية على أنه معارضة برلمانية وطنية ترى النور في حال لم تتعرض المحكمة لضغوط من هنا أو هناك جرأة الحديث السياسي الذي أعلنه الصدر يعكس تجديده على المطالبة بمعارضة وطنية ترجح الصالح العام لأجل العراق ومصلحة شعبه فيما عاد ذلك فإن الرسالة واضحة لمن يحاول التشكيك فيما يدور على طاولة البرلمان الخامس وهو التشكيك الذي يحركه طيف سياسي قد لا يريد إنجاز تشكيل الحكومة التي ينتظرها الشعب وفق سياقها وميقاتها الدستورية المطلوب فالعامل الزمني في حسابات الشارع العراقي انتظرت بما فيه الكفاية لتحقيق المطالب والإصلاحات وخدمة البلاد في حراكها السياسي والاقتصادي والأمنية رسالة الصدر إذن عابرة لحسابات الغرف المغلقة غير المنفتحة على مصالح العراقيين ببرلمان يسير تجاه اختيار رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة وفق الكتلة الأكبر الرسالة العاجلة للرد على قرار المحكمة ظلت محتفظة بمبدأ صناعة حكومة أغلبية وطنية في سبيل أن ترسم وجه البيت السياسي الجديد للعراقي والعراقيين